السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة وجزء جديد من سلسلة صور افلام اللي بعلمك فيها تعمل صورتك زي الفيلم المفضل ليك وصورة الفيلم اللي معانا النهاردة هو فيلم Fast and Furious 9 والحقيقة مش انا اللي اخترت الصورة دي اخترتها بناء على التصويت اللي انا عملته على الانستجرام ما بين الصورة دي وما بين صورة فيلم لس بغداد بما ان انا كنت منازل ريل عن لس بغداد وكان فيه ناس عاوزة شرحي بالتفصيل اكتر بدل الريل السريع ده فانا ابتديت ان اخير الناس عشان كان فيه طلب على الاثنين والحقيقة اللي بتاخد تصويت اعلى هي اللي ببتدي اشرحها وكمان ببتدي ان انا اجل الصورة التانية لحلقة تانية من غير ما اطول بقى عليك اكتر من كده تعالى نروح لموضوعنا النهاردة بس يا ريك تشترك في القناة فعل الجرس بتعمل لايك للفيديو تعالى نروح لموضوعنا النهاردة يلا بينا اول سؤال هيواجهنا واحنا بنعمل الصورة دي وهي ازاي ان نجيب المرفقات والملحقات بتاعت الصورة دي اول حاجة هنبتدي نشوفها وهي الوغدة مزاحة اكبر وهي العربية او العربيات اللي بيستخدموها في الفيلم ده بشكل عام هتبتدي انك انت تكتب على جوجل fast and furious nine cards اول ما تبتدي تكتب الجملة دي هيبتدي يطلع لك صور كتير العربيات تبتدي تختار طبعا العربية اللي انت شايفها تكون مناسبة ليك واول ما تختار العربية الكويسة ليك هتبتدي تخش على تطبيق future room وتبتدي انك انت تفرغ الخلفية بتاعت صورة العربية دي وهنبتدي بقى نجيب بقية الملحقات زي مثلا اللي سموك اللي هم عملوه في الكفر بتاع الجزء ده مخصوص هتبتدي برضو انك انت تكتب على جوجل smoke color بحيس ان احنا عاوزين الوان كتيرة تقدر تختار اي لون لان انا في الشرح كمان شوهاية علمك تغير الالوان دي بكل سهولة وطبعا هتبتدي برضو تفرغ الخلفية من على future room زي ما عملت في صورة العربية وهتبتدي تجيب اي صورة لاي طريق موجود يكون اسفلت مثلا عشان نبتدي ان احنا نستخدمه في الصورة بتاعتنا وتاني سؤال هيواجهنا وهو ازاي نتصور ليه الصورة دي تبتدي انك انت تتصور صورة طولية باي شكل يعجبك المهم ان انت تجيب التول بتاعك كله وتكون صورة مناسبة مع الحاجة اللي احنا هنبتدي نعملها نيجي بقى للجزء الاهم من الحلقة بتاعتنا النهاردة وهو الشرح هنبتدي طبعا نستخدم فيه برنامج بيكس ارت عشان نبتدي نطبق فكرة الفوتشوب وطبعا انا قبل كده تطبيق فوتوروم المهم ان انا التطبيقين دول هسيب لك اللينكات بتاعتهم في وصف الفيديو تقدر انك انت تحملهم بشكل مباشر من على الاب ستور او من على جوجل بلاي وتعالوا بقى نروح للشرح يلا بينا اول حاجة هتبتدي تعملها انك انت هتفتح التطبيق بشكل طبيعي بعد كده تبتدي تنزل تحت خالص لحد الخلفيات اللي انت شايفها دي هنختار اول خلفية على الشمال وهي خلفية او خلفية شفافة يعني بتكون من غير اي حاجة خالص للتصميم هنبتدي نيجي هنا عندي وبعد كده عشان نزبط حجم الصورة بتاعتنا هنختار حجم اربعة الى تلاتة ونبتدي ان احنا ندوس على علامة الصح كده خلصنا من اول خطوة وهي هتكون مهمة لان هي هنبتدي نزبط عليها المقاسات بتاعتنا بعد كده تبتدي تيجي هنا عن دقات فوتو وتجيب صورة الطريق اللي انت حملتها بعد ما بتجيب الصورة بتبتدي انك انت تثبطها على مقاس الصورة بالزبط وتبتدي تنزلها لتحت خالص بحيث ان هي الطريق طبعا السمة دي احنا مش هنستخدمها خالص الموجودة في الصورة ولكن لو احتاجنا نمسح منها حاجة هنمسح وبعد كده تبتدي تجيب الصورة اللي انت تصورتها وطبعا هتكون انت انفرغها على فوتوروم بحيث تشيل الخلفية بتاعتها وهتلاحز هنا ان اللوجو بتاع فوتوروم موجود طبعا اللوجو ده هيتشال دلوقتي انت هتبتدي تضيف الصورة كده بتاعتك ولكن مش هنزبط الحجم دلوقتي بعد كده هنيجي عند قاد فوتو ونبتدي نجيب صورة العربية اللي احنا حملناها تبتدي طبعا انك انت تثبت المقاس بتاعها وتخليها كبيرة زي ما انت شايف كده ونبتدي نرجحها كده من فوق نعمل لها موف داون وراء الشخصية او الصورة اللي انت متصورها طبعا هنرجحها كده الوراء شوية وتبتدي انك انت تجيب الصورة بتاعتك بقى ونبتدي نزبط المقاس بتاعها بحيس انك انت تكون طويل شوية المهمة وانت محدد على الشخصية بتاعتك تبتدي انك انت تيجي هنا عند حاجة اسمها شادو نبتدي ندور عليها من تحت وتبتدي تدوس عليها طبعا عشان يعمل لك الظل اللي انت شايفه دا عشان تكون الصورة واقعية شوية طبعا هنبتدي ان احنا نقلله شوية ونعمله كده بشكل عشان نبتدي ان احنا نطيفه على العربية يعني يدي ظل على العربية ونيجي بقى للحاجة الاهمة في الصورة بتاعتنا وهي اللي هم استخدموه تبتدي انك انت تيجي عن دقات فوتو وتجيب الصورة اللي انت عملت لها وحملتها من جوجل اللي هي الصورة اللي انا كنت حملتها وطبعا فراغت الخلفية بتاعتها هي الصورة دي هبتدي طبعا ان انا اكبر الحجم بتاعتها وهبتدي ان انا اجيبها وراء خالص بحيث ان هي تكون على الخلفية. طبعا المساحة دي مش هتكفي فهبتدي ان انا من فوق اعمل لها ولكن قبل ما اعمل لها لازم طبعا ازبط اللون اللي انا هبتدي اشتغل عليه. عشان تغير لون ده او اي لون في اي صورة تبتدي انك انت تدور على حاجة اسمها ومنها تبتدي تجيب حاجة اسمها او هيو. تبتدي من هنا انك انت لما بتغير من الرقم بتاعها الالوان بتبتدي ان هي تتغير معك. ولكن عشان انا لابس تي شيرت اصفر فهبتدي ان انا اغير اللون لحد الاصفر زي ما انت شايف كده. طبعا لما ترجع بقى انك انت تلعب في وتلعب في الحاجات دي الصورة هتكون معك واقعية. وبعد ما بتخلص خالص بتبتدي تدوس على علامة الصح مرة واحدة. واني بتدي نعمل بقى تاني ولكن المرة دي عشان نقررها كده تكون ورا خالص. وابتدي ارجعها طبعا ورا هنا بحيس ان هي تكون ورا السموك الاولانية. وابتدي اعمل لها تاني. ابتدي اعمل لها موف داون. وابتدي اعمل نفس الخطوات دي بحيس تكون الخلفية بتاعتي كده ايه? متزبط. وبعد طبعا ما بتهتم بكل حاجة وتزبط معسات الصورة بتاعتك وكمان تزبط الالوان اللي هي ورا دي. تبتدي ان احنا نروح للخطوة بقى المهمة عندنا. وهي ازاي نعمل كده للالوان بحيس تكون الصورة وقعية. عندك هنا طريقتين. اول خطوة وهي الاسهل وهي انك انت تيجي هنا عندي. وهي تبتدي تدور على فلتر يكون مناسب. اي فلتر هيكون مناسب معك على الصورة تبتدي انك انت تضيفه للصورة بتاعتك طالما انت مستخدم صور بجودة عالية. بعد ما بتخلص خالص بتبتدي تحفز الصورة بالفلتر اللي انت عاوزه. تاني طريقة وهي طريقة اول حاجة ان انت هنا بتبتدي تزبط الالوان بتاعت الصورة كلها. زي وزي وطبعا الحاجات دي هبتدي ان انا اشرحها كلها في حلقة لوحدها عشان الموضوع هياخد وقت. وانا هنا الحلقة ليها موضوع تاني. فهبتدي ان انت تزبط الالوان زي ما انت شايف. عشان ما بتديش ان انا ازبط الالوان وانت ما تكونش فاهم الفكرة. بعد ما بتزبط الوانك سواء كده او كده لو انت فاهم يعني في موضوع الالوان تبتدي تعملها عن طريق دي. ولكن احنا هنا هاختصر الموضوع وتبتدي انك انت تختار اي فلتر لحد ما انا اشرح فكرة الالوان دي. فحلقة او حلقتين ان شاء الله. وبعد ما بتختار الفلتر اللي انت تلاقيه كده شكل مناسب على العين بتاعتك وانت شايفه بشكل جمالي. تبتدي بقى انك انت تحفز الصورة بتاعتك. وان شاء الله تكون الصورة عجبتكم. لو انت عاوز الصور اللي انا استخدمتها ما تنساش تبعاتلي على الانستجرام وانا هبتدي ارد عليك وابعتلك الصور ان شاء الله. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. تمنى ان هي تكون عجبتكم. وتمنى ان انا اكون بفيدكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت. ولو بتتبعيني من على الفيسبوك ما تنساش تعمل لي فولو لايك للبيج. ولو بتتبعيني من على اليوتيوب ما تنساش تعمل ورحمة الله وبركاته